ومعنا من القاهرة الأسادة سامح محروس مدير تحريري الجمهورية ستسمح ياك الله لم بك معنا على ججة الغد تبعنا للتصريحات لسامح شكري من مدريد وهو يقول أنه يصعب التعامل في معبر رفح دون إدارة فلسطينية من كان يدير معبر رفح كانت يا وزارة الداخلية في غزة أي حماس الآن هذا المعبر لم تعد تديره حماس ولكن هو محتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحماس تقول أن من سيدير هذا المعبر بعد خروج الاحتلال هي وزارة الداخلية لحركة حماس كيف تتعامل القاهرة مع عاد المشهدية المعقدة أستاذ سامح في البداية تحيات الحلوية كل السادة المشهدين طبعا القاهرة مكفة واضح منزلي من الأول الأحداث واعتبرا من يوم 6 مايو الماضي أو يوم 7 مايو الماضي أنها ترفض الوجود الإسرائيلي لأنه يخل بالتفاقية المعابر معبر رفح طبقا لبرتوكول منازم لهذا المعبر سواء من معدل 79 والتعديل الأول في 2005 والتعديل الأخر في 2021 تحدث عن أن سلطة الوطنية الفلسطينية هي الموجودة في الجانب الفلسطيني من هذا المعبر الجانب المصري موجود في الجانب الآخر مع وجود الاتحاد الأوروبي وأن تكون المراكبة الإسرائيلي من خلال الكاميرات وبالتالي النهاردة الوجود الإسرائيلي في معبر رفح هو طبعا بيخل بالتفاقية المعابر الموقع في 2005 وتعدلاته في 2021 موقف الكهرة واضح منذ اليوم الأول للأحداث ومنذ احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح أنها ترى أن هذا إخلال بالتفاقية دولية يعني الكهرة لن تتعامل بخارج هذه الاتفاقية طبعا الجانب الفلسطيني كان هو اللي بيدين هذا المعبر إلى حين ما حدث الانقلاب حركة حماس على السلطة الوطنية الفلسطينية في 2007 وطبعا دي كانت تمثل إشكالية كبيرة جدا لكن نذكر أن خلال هذه المرحلة في عام 2017-2018 عدت بعض العناصر من السلطة الوطنية الفلسطينية مرة أخرى لقدرت هذا المعبر وبالتالي النهاردة السلطة الوطنية الفلسطينية وإن كان حدث فعلا انقلاب على السلطة الخاصة بيها في قطاع غزة وفي دولة معبر رفح لكنها لم تكن غائبة عن المشهد بدلين نحن في 2017-2018 هناك عناصر أخرى من السلطة الفلسطينية كانت ممثلة وكانت موجودة في ترتبات إدارة هذا المعبر طبعا وضع حركة حماس وضع طبعا يقول أنه غير قانوني يعني إذا كنا نرفض الوجود الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ونظر أنه غير قانوني هو أيضا وضع حركة حماس وإنقلاب الذي تورطت فيه أو فعالته حركة حماس في 2007 أيضا أنه كان مضيف من تعقدات للمشهد أنا أعتقد اليوم نحن في حاجة إلى نقطة البداية أعتقد أن الخطة التي تراحها رئيس بايدن منذ ثلاثة أيام وردود الأفعال وحديثة سيسمح شكرا النهاردة هي بتمثل بداية لترتبات مرحلة قادمة يجب أن تكون السلطة الوطنية وفلسطينية ومثلة فيها وأنا أعتقد أن أقرأ بمجدورها في حال إقرار ونجاح الضغوط الدولية سواء على حركة حماس أو على الجانب الإسرائيلي في قبول هذه الخطة مكلمة من ثلاث مراحل وأنا في اعتقد أنها خطة نموذجية في إطار ما هو مطروح حاليا تلبي مصلح كل الأطراف تمنح الجانب الإسرائيلي للأصر اللي هو عايز ياخدهم من الحماس وغيرها من الفصائل وأيضا تلبي مصلحة حركة حماس ومطلوبها الأساسية التي ترفعتها منذ اليوم الأول الأحداث بدورة انسحاب القوات الإسرائيلية بدورة انهاء العمليات الحربية ثم تتحدث عن مرحلة إعادة الأمار دي مسألة مهمة جدا أنا أعتقد أنه موجارة البادئ في هذه المسألة يمكن أن تكون هناك ترتباط أخرى تتولها القاهرة وقطر مع مسندة أمريكية لفكرة أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية لأنه هذا التفاق المعابر هو الذي ينص على سلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي النهاردة لا معنى الحديث على موجود أي جانب آخر غير سلطة الوطنية الفلسطينية يمكن أن تمثل سلطة الوطنية الفلسطينية في حال بس أننا نبدأ في إجراء تنفيذ هذه الرؤية التي طرحها الرئيس بادئ وقال أن هذه الرؤية بالفعل كانت ترحط داخل مجلس الحرب الإسرائيلي ووفق عليها عدد من رزراء أو شركاء المجلس الحرب الإسرائيلي ربما نتنياهو تحفظ أو لم يعلق عليها ولكن مقت عديدة أستدسام احتركتها الولايات المتحدة غامضة وهذه ستشكل ربما نقطة دعنا نقول أن الشيطان يكمن في التفاصيل فيما يخص هذه الاتفاقية مثلا اليوم التالي في قطاع غزة لم تحدد الولايات المتحدة من سيدير قطاع غزة بعد ذلك تحدثت عن ائتلاف عربي أمريكي ولكن هل تركت مرحلة اليوم التالي في قطاع غزة لإدارة عربية ومع السلطة الفلسطينية يجب سياغتها بشكل ما هو طبعا الرؤية الفلسطينية الرؤية التي تترح الرئيس بادئ رغم الاعتقاد أنها رؤية متكاملة في مطالق بوضع ترتيبات لتبادل الأسرة وإنهاء العملات العسكرية والهدوء المستدام ووصنع الواقف دام لإطلاق النار ثم بمحالة تعالى العمار لكن فعلا هو زي ما حركت فضلت وأشارتي هي بتفتقد لكثير من النقاط المهمة فيما يتعلق على الأخص باليوم التالي للحرب بماذا سيحدث في قطاع غزة بعد اليوم التالي للحرب ما هي القوة التي ستتولى إدارة هذا القطاع وخصوصا أن الحديث يخلو عن أي حديث طولة الوطنية الفلسطينية بل ربما يفهم ضمنها من هذه الرؤية التي تترحى الرئيس بايدن أنها تتحدث عن ترتبات ستكون حركة حماس جزء منها على النهاردة حين نتحدث عن عمليات تسليم وتبادل الأسر من لازل ستتولى هذه العملية؟ هي حركة حماس حين نتحدث عن مفاوضات لمرحلة الثانية وست أسابيع وقد تمتد لمسألة وقف مستدام ووقف دائم لإطلاق النار من لازل سيتولى أو يخد هذه المسألة؟ هي حركة حماس وبالتالي أن هذا يفهم ضمنها من الرؤية التي تحدث عنها رئيس بايدن أن حركة حماس ستكون جزء من ترتبات المرحلة الحالية فيما يتعلق بمسألة تسليم الرهائن أو الأسرة وشراف على عمليات الواقفة لك النار وصول إلى الهدوء المستدام وإنها العملية العسكرية بشكل كامل وده كانت المطالب التي ترفع حركة حماس لكن بفعل الرئيس الأمريكية تخلو تماما أي حديث عن سلطة وطنية فلسطينية تخلو عن أي حديث التدارات المرحلة التالية لكن أنا أعتقد أن الرئيس التي تترحتها السوداسية العربية يعني يمكن أن تعود جانبا من هذا العجز ولا سيما اليوم أن رئيس بايدن أصبح على أبينة تمة بضرورة إنهاء هذه العمالة وهو في عجل من أمره طبعا فيما يتعلق بالترتبات الانتخابات الرئيسية الأمريكية وهو لا يريد أن يدخل مراحل حرجة من هذا السباك الانتخابي والمنطقة مشتعلة كل هذا سيركب تدايعته على المشهد الانتخاب الأمريكي رئيس بايدن لا يريد أن يخسر أصوات العرب والمسلمين وأيضا لا يريد أن يخسر أصوات اليهود وفي الحقيقة فيه تعقدات كثيرة وفيه تشبكات وهو يسير عايز أقول على حبل مجدود على خط مجدود بين مجموعة من الاعتبارات وبالتالي النهاردة أنا أعتبر أن هذه الخطة هي في الأساس بتركز على فكرة وقف إطلاق النار تسليم أسر الأسرة وخصوصا أن فيه منهم من زوج جنسات المزاجة ومن زوج جنسات الأمريكية هم إسرائيين ويحملوا أزن جنسية أمريكية وبالتالي فيه ضغوط داخل المجتمع الأمريكي وليس داخل اللي نشوفها داخل إسرائيل ورفع صقف طلبات عائلات هؤلاء الرهان والأسرة أنا أعتقد أن الرؤية التي ترحدها السوداسية العربية يمكن أن تمثل ورقة مكملة للرؤية الأمريكية فيما نتعلق بس أن نحن نتحدث عن مجرد إيقاف الألع العسكرية طقف هذه الحرب ثم يمكن أن تنخرط القاهرة والدوحة بالحديث مع الولايات المتحدة فيما نتعلق بالترتيبات ولا سيما وأكد أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي البديل الشرعي الحقيقي عفا هي الممثل الشرعي حقيقي ولا بديل السلطة الوطنية الفلسطينية كممثل الشرعي حقيقي طبعا لكل المقارات الدولية وعلى رأسها اتفاقية أسلسة 93 التي أصبحت اتفاقية دولية ملزمة لكل الأطراف وبالتالي أنا أعتبر نحن أمام لحظة فارقة ورقنا مهمة جدا أن حماس هي جزء من النسيجة الوطنية الفلسطينية وجاءت بانتخابة طيب في ظل الحديث عن اليوم التالي لقطاع غزة هل هزمت حماس حتى يتم الحديث من الجانب الأمريكي عن قطاع غزة ويومه الثالي واتلاف عربي أجنبي وإدارة أمريكية تدير المعبر يعني هل هزمت حماس يعني طبعا ليس مكتور أقول أن حماس هزمت يعني لكن فيه طبعا إنهاك حدث لوكوه حماس وزي ما حصل إنهاك شديد جدا لقوات الجيش الإسرائيلي يعني هناك إنهاك متبادل بين كلا الطرفين لكن من خلال متابعة العمليات على الأرض الواقع حماس لم يعني عايز أقول لم تفقد قدراتها على استطارة وإدارة العمليات كلها نذكر العمليات الدارة يوم 25 مايو الماضي في جباليا في شمال قطاع غزة ولأول مرة تعلم كتابة برقاسام عن أسر عدد من جنود الإسرائيليين لأول مرة من سبع أكتوبر وبالتالي النهاردة إحنا نتحدث عن موجود قدرات تتعلق بعمليات الحجد والتعبئة والتنفيذ والتوصيق والإعلام وما لازالك ما زالت حماس سملك هذه القدرات حدث إنهاك لقدرات حماس لكنها لم تفقدها على الجانب الآخر في اليوم التالي يوم 26 خمسة تعرضها من التالي قبيب للرشاكات الساروخية وبالتالي كل هذا يؤكد يعني عايز أقول أن القدرات العسكرية لحركة حماس ما زالت موجودة على الأرض ربما تعرضت لبعض الإنهاك والجيش الإسرائيلي تعرضت لبعض الإنهاك هناك إنها تحدث عن استطلاع رأي تحدث عن ال42% من المجندين في الجيش الإسرائيلي أصبح ليأمنون بجدوها العمليات العسكرية أنا حتى عايز أقول أن الروح المعنوية داخل الجيش الإسرائيلي تأثرك كثيرا وأن النسبة لا يستهم بها يتمثل ال42% أصبح غير مؤمنين بالدور اللي بيقوموا به في قطاع غزة والعمليات العسكرية هناك حديث عن أن استطلاع تواجه هزيمة تاريخية تقارير تتحدث عن صحيفة معارف الإسرائيلية وهقارتس وغيرة من الصحف الإسرائيلية تتحدث عن تعارض الشعب الإسرائيلي لحالة من حالة الخديعة والخديعة الإعلامية والتحدي والسقوط رهانات نينتنياهو فيما تعالج بكتفكير كدرات حماس سقوط رهاناته بإطلاق صراحة الأسرة بلعبتها العسكرية سقوط رهاناته بأنه يستطيع إخراج مناطق كاملة من قطاع غزة وعزلها وإخراج المقاوم منها هذا سببت فشل كل هذه الزهرانات بدليل النهاردة أن حتى الأماكن اللي كانت إسرائيل تولد تطهيرها وتحريرها عدت عليها عناصر حركة حماس مرة أخرى كما حدث في مخيم جباليا ونفست أكبر عملية عسكرية يوم 25 مايو الماضي وتم خلالها الإعلان عن أسر عدم من الجنود وهذه الأول مرة منذ يوم 7 أكتبر الماضي وبالتالي النهاردة أنا ليس من مقدوري أقول أن حماس لا طبعا هذا التهام علميا غير صحيح لكن ممكن طبعا وارد جدا أن الرهان الإسرائيل أنه يركز بالضغط على الجانب المدني وعملية رفح كجوز من الضغط على حضنة الشعبية لحركة حماس ومحاولة أنه يعمل نوع من الضغط الشعبي أو المجتمع على حركة حماس وده لنا أقدر أفهمه في ضوء عملية رفح لكن في النهاية الانهاك حدث لكل الجانبين واعتقد اليوم أن إسكات الألع العسكرية وإسكات المدافع هو يلبي مصلحة كلا الطرفين يلبي مصلحة الشعب الفرنسيين الذي يتعرض لأكبر عمليات تجويع وتشريد على مدار السبنية الشهور هو أيضا يلبي مصلحة الجانب الإسرائيلي الآن يشعر بالأمان ولن ينعم بهذا الأمان ما لن يتم إيقاف هذه العملية الهمجية العسكرية بحق الشعب الفلسطيني ولن يستطيع الشعب الإسرائيلي الحصول على أبنائه والنهاردة سنتحدث عن حوالي 125 وفي عدد تقرير تتحدث عن سكوت عدد منهم يعني قتلة من المحتجزين الإسرائيليين وبالتالي النهاردة أنا أعتبر أن تمادي نيتنياو في هذه العملية هو بمثابة قرار وحكم بإعدام هؤلاء المحتجزين لدى حركة حماس غير من الفصائل وبالتالي النهاردة قرار الهدنة أو قرار إيقاف الأعمال العسكرية والرؤية التي تطرح رئيس بادن أنا أعتقد أنها تلبي مصلحة كلا الطرفين وأرى أن الكرة الآن في ملعب حركة حماس وفي ملعب الحكومة الإسرائيلية لأننا نرى اليوم إشارات متضربة من داخل إسرائيل يعني هناك حديث من كبير مسشار رئيس الوزراء نيتنياو يتحدث عن النهارية الإيقافية ودير رئيس حكونا طرحناها ثم يتحدث لتنياو مرة أخرى عن تفكيب قدرات حركة حماس وبالتالي طبعا الأمور يعني فيه تضارف الإشارات السياسية من الداخل الإسرائيلي والغريب أن الإسرائيلي هو من سغى هذا المقترح وأرسله إلى بايدن كي يعلن عنه بايدن وهذه مفارقة شكرا جزيلا لك من القاهرة وسادة سامح محروس مدير التحرير الجمهورية شكرا لحظة